إذن أنت بنص هذه المشاكل وهي متوفي والدت وتشوفين السوشال ميديا عربياً وليس عراقياً يعني كلها تحكي بموضوع أنه ممثلة عراقية تنشر صورة مع والدها المتوفي ماذا قد أثر عنيك؟ أتدمرت، أتدمرت أنه صار كل من هبوده يداول بالصورة ويقعد يحكي وصورة أبوتش يعني؟ إيه، يعني ليس صورة أيحد، هذا أبوي يعني نحس بي الله نعمل وكيل بيهم خليهم يحكونا اللي يحكونا خلصاني مو عادة عقب على الناس إذا تحط إشاعة أو صورة أو تتهمني هل لذلك ما قبلت تتعرض صورة كون صار عندك هذا الهاجس يعني من صورة من أي شيء خص والدتك؟ أبوي إنسان نزيه ونظيف ما أقبل العالم اللي، عفواً يعني أذكر هذا الشيء بالبرنامج إنسان غير محترمة صحيح إنه تحتشي عن إنسان مثل أبوي صحيح ونحن احتراماً إلتشوالي خصوصاً جرغم هذه الصورة أنتي ناشرتها بس راح نشوش وجهه بالصورة اللي راح نعرضها اللي راح نعرضها اللي يفضل يا ريت والله تؤمرين أنا مارد أضوجشكي ننتقي شيء بصراحة يضحك يعني هواي أشاعات انتشرت علي أشكادي بالفترة الأخيرة راح نحاول الرد على قدمة نقدر أول واحدة هل كادي القيسي بنت الفنانة ساجدة عبايد؟ بخيل الله شنو هاي من طلع هذا الموضوع؟ والله ما أعرف منه يعني بس مش أنه تقليل من قدرها لا طبعاً قدرها عاني إشجاب هذا على هذا أنا حتى يعني من بعد ما داولوا أنا قلت تسرج يعني صرت أسمع أنه هي أساساً مامة زوجة هي ممخلفة يعني عفواني ممخلفة ما عندها أطفال أي صحيح بس تعرفين إشاعات الناس الغريبة اللي دائماً تطلع وأيضاً إشاعة ثانية أنتش نفسك قسمة اللي كانت تطلع منها ويباشا منها هي تسمة؟ طبعاً ما أعرفها الفنانة آمال ياسين تحياتنا إلها هي أيضاً مختفية من فترة وأكو شبه بس بسيط بينكم أي نفس الطلة بالله شون اللي يشبهني؟ ما أعرف أكو شون اللي أشبهوكم؟ واحدة بالثانية ما أعرف والله ما أعرف يعني أنت فلبيت ما تردين؟ ما أرد لأنه ليش أنفه على شيء أساساً ما موجود ومصاير وبعدين حتى لو كانت هي نفسها الفنانة آمال يعني بصراحة تصفيق إلها إذا هي رجعت صارت بهذا الشكل طبعاً ترجع بالعور مستحيل يعني ما هي العمليات التي وصلت هذا الشكل؟ أنت لا توجد أقارب أبداً بالوسطة الفنية؟ بس لحظة هي لما طلعت بالعمل اللي اسمه منناوي وباشا صح؟ بأي سنة كان؟ تسعينات؟ 2001 أعتقد 2001 أعتقد 2001 وهي بهذاك الأمر جد عمرها؟ يعني ما أقول لنقول 30 سنة 30 سنة؟ الآن نحن 2023 يعني ضيف لها يعني مفلطة السعمر هشكت؟ 50 سنة؟ 50 سنة؟ هاي 50 سنة؟ مستحيل ترهم طبعاً إشعاد قتليش أتضحك أنت ما عندش أبداً أقارب بالوسطة الفنية؟ لا ولا سهير القيسي؟ لا ولا أصلي؟ نحن من نفس العشيرة بس ما نعرف بعض ولا أقارب يعني ما تقريب؟ ولا أقارب